احتفلت قوات الدفاع الجوية بالذكرى الثانية والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعين والذي تم اتخاذه كعيد لقوات الدفاع الجوية بهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا ارواحهم وجسدوا اروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة هم خيرة اجناد الارض حراس السماء المصرية اسطورة بطولية تراهم على العهد عيونهم لا تنام صواريخهم حائط الصد المنيع هم الجحيم في وجه الاعداء لانهم قوات الدفاع الجوي حراس السماء حسن المستقبل احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثانية والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يوميو عام الف وتسعمائة وسبعين والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا ارواحهم وجسدوا اروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل رياة الوطن عالية خفاقة انه ليوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة قدم فيها رجال الدفاع الجوي ارواحهم حتى تظل الريات خفاقة فسلاما على الشهداء كما اتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر وعيونها الساهرة ليلا ونهارا ودرعها الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة كونوا دائما على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للفكر المتطور والتحديث والتطوير وبناة للمستقبل كونوا القدوة والمثل في ذكران الزات فداء لوطننا الحبيب ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطنئنان لشعب مصر الكريم إن قواتكم قوات الدفاع الجوي هي حصنكم المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر الحبيبة ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة وإن نائز نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابات ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلما وحربا ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجددين العهد لسيادته أن تستمر قوات الدفاع الجوي درعا يحمي سماء مصر وبناتا للمستقبل بفضل الله ثم بسواعد رجالها المخلصين إنهم رجال الدفاع الجوي حراس السماء حسن المستقبل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر